السلام عليكم ومعباركم ويمنورين دايما معايا بس عبدكو في كل وقت وفي كل اوان يا مرحب يا مرحب ويا لبيبيني شارك ساعدة دائما وغامرة الموجود معاكو الحقيقة انا مستغرب حاجة غاوي في النادي الاهر اللي هو حامي الحمى انا حامي حمى النظام انا حامي حمى نظام كرة القلم في مصر انا الذي اريد ان يتم تنفيذ اللوائح والاجراءات انا 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 ابريء الشاج يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي اسأل نفسي مال النادي الاهلي بقرار يخص اتحاد الكرة وربطة الاندية فيما يخص بطولة النغبة الجديدة بطولة النغبة الجديدة اللي هتكون فيها او هتتكون من اربع فرق بطل الدوري كاينما كان اسمه وتاني الدوري وبطل الكاس وبطل الربط او دعوة احد الاندية من هنا انا بسأل نفسي الاهلي زعلان من ايه؟ غضبان من ايه؟ اصل الزمالك ما ينفعش يدخل بطولة دي لماذا؟ هدك دمانطن ومين بطولة الكاس؟ اه هتقول لي بس هو الكاس متعملش اقول لك صح متعملش طيب ايه اللي يمنح؟ طيب بطل الكاس الاهلي واخد الدوري وكاس من البسيط بيرانز ومن وصيف الاهلي في الدوري؟ بيرانز فيبك كده الاهلي بيرانز موجود وبطل الرابطة سيراميك يبقى ناقص الرابع الرابع مين؟ تالت الدوري؟ الزمالك او بطل الكاس اللي قابله؟ الزمالك بطل الدوري اللي قابله؟ الزمالك لكن الاهلي اقول لك لا الواقح تقول وتشير وتوضح ان اتحاد الكرة اوقف نادي زياك المتموسب بسبب اعتصاره او انسحابه عن بطولة الصوبر الصويق ما ملعبش طب دي مش بطولة صوبر دي مش بطولة صوبر يا بيه يا استاذ طيب اختعل معاك وكمل معاك للاخر النادي الاهلي فاز على مصر والزمالك فاز على بيرانتس والتقو الاثنين في نهاء الكاس ده لو بطولة اتعملت قبل النهائي يعني قصد اتعملت بعد النهائي الكاس الجديد والاهلي فاز اهو ها هتودى مين؟ ها تودى مين؟ ها يجب دلوقتي حضرتك حمل حمى بتاعت اللوايح طب ما تبص كويس كده وشوف اللوايح اللي بتاخد لها يمين وتاخد لها كيرفو وتاخد شمال ومن فوق ومن تحت عشان ما تتطبقش والله ما تسيب الخير كابتن عامر حسين اللي رأى ان حسين الشاحات عمل سلوك غير رياضي شان تقوم بمباراتين اتنين فقط مش تقوم بثمانتو شهر او ثمان مباريات باعتباره سب وضرب دي اللوايح مش كده كابتن اهلي المفروض اه الاعلام بتاعك اه اللي شغلت انواق ازيك بيدخلش ازيك بيدخلش ازيك بيدخلش ملابات النشار اتطلعت ان انواق مقافين دونجة قد تفتح بقك وتقول الجملة دي لا لا اتطلعت ان انواق فقط لو انواق قررت جمعيته العمومية او قرر مجلس اصلت او اي حد قرر فيه الزمانك قدم التماس ويتقابل هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ لكن هو دي القصة انه لا الزمانك لازم يبعد الزمانك ميدخلش البطولة دي لابما الزمانك يفوز فيها ومش ضامن برضه طب يمكن برامز لا انا ضامن ان برامز هزيمه طب مصر ميكو هزيمه طب لو مصر هزيمه اي حد طب و ازالك احتمال كبير هزيمه بس احتمال كلمة احتمال دي محطوطة قادي القصة بحالي طب هو الزمانك ايه؟ تعالوا بقى مروح للزمانك في موضوعين كده بسرعة بعد قصة الاهلي عاوز يبعد الزمانك باي شكل ده يوسف البلاي لاعب جزائري لاعب جزائري ممتاز لكنه عنده مشكلة انه وبيكملش موسم في حتة وده بحتاج انك تقعد تبص لها برضه يعني ادارة ازايك تقعد تبص للموضوع توديه وجيبه لاعب زي ده ما بيغضش كتير في الاندية اه بيجيب اهداف وموق بتاعه بيطالك بس موديله ما بيريحش وما بيرتحش اجيبه عندي واحنا نادي اساسا ما بيريحش ولا بيرتح فتبق بصرة وده كلام منطقي وفي نفس الوقت طلع خبر على كورة بلاس اخواتنا الاعزاء يعني عمري جبالة والخطيب جمال متخصصين في اخبار نادي الزمالك وانا اصدق تماما فيهم لا شك قالوا حسب مصادر لهم داخل نادي الزمالك انه البلاي ليقعد اتفاوض معاه الزمالك طب 800 الف دلار في السنة مقابل انه يبه له عقد وانا راجل فريم ومن ثم انا 800 الف دلار احنا كنا عرضين على فرجاني ساسي مليون وتممية يورو وعرضنا على اخونا بن شرقي مليون وحوالي 800 الف دلار ولكن ده قال لك مناسبة يوازي ويساوي في قوة الايداء والكواليتي كما يسمونها فرجاني وبن شرقي قوة قوة جبارة هو جزء الموضوع طيب ايه المشكلة يا شادي؟ المشكلة ان الزمانك شايف يخفض 800 الف دلار انا موافق وصلها لأي رقم لكن ملاش نشتغل بالسياسة اللي تلسع من الشربة ينفق في الزبادي لان احنا تلسعنا في شربة الموسم اللي فات لسعة جامدة لسعة سامسون اللي بياخد 600 الف دلار ولسعة ناضاي اللي لسه مستمر معنا اللي بيبعض بيأكد ان ياخد 800 الف دلار اساسا طيب انت يوسف البلايلي ولا ناضاي ولا سامسون طيب نحط الاثنين على بعض ونجيب واحد بلو ورجع مياه ولكن سياسة النفخ في الزبادي مع يوسف البلايلي غريبة جدا والزمالك عاوز ينفخ في الزبادي ليه؟ بأمانة ما نروح اذا كنت محتاج اللعب والزمالك محتاجه بوجت نظر يسوكوا من اوسيريو بعشان احترام من اوسيريو لكنه لو استمر من العودة هناخد واحدة اسوأ من الستة واحدة ورجل انتقال حر يعني مش هيدفع فلوس وبعدين التنمية الف دلار يعني ربعمائة الف دلار مش هاخد تنمية مراحة وكن ياخد تلتمية الف دلار برضو معذور عليهم لانما تدفع مقدم تلتمية الف دلار وتلعيسه في البلايلي عندك ولعب معك تلتمية الف دلار وتضرب له المسلمين حلوين معك ماشي ده اللي انا فهمه واللعب الحر ودي احلى حاجة مش هياخد تنمية الف دلار من الاول لقطة هياخد له تلتمية الف دلار والخمسمية الف دلار يتوزعه على الموسم مليون مية وخمسين الف مية وخمسين الف مية وخمسين الف وسلام علي كل تلات تشهر مية وخمسين الف دلار واخر بتاع متين الف دلار عشان نسبة المشاركة مثلا ومية مية خلصت بلايلي معرفش زي بالزبط كده انا معرفش وجهة نظري انه محمد محمود لعبي النادي الاهل السابق كده اقعب لالتحد الاهل استغنى عنه ورقة كوية حتى ولا حتى يلعب احتياطر هو لعب ممتاز هتقول لي عنده اصابات صليبي مع كل اللعبة وعندنا الوينشئ صليبي وعندنا احمد حجازي صليبي وعب واحد السيد اللي قاعد على الدكة مدير كورة ثلاثة صليبي وكان وحش وحوش والواعد بلعب دلوقاته زي الفل ومع ذلك في حاجة اسم الكشف الطبي نكشف على اللاعب ولا طمئن الكشف الطبي ده يجب لنا الموضوع والدكتور محمد اسامة راجل خبير ورائع وممتاز هيقدر يقول لنا انه الحكاية دي الرباط بقى كويس وسليم ومع ذلك اكرم توفيق مرتين يا جدع في رجل ورجل ويمكن ارضية الزمانك احصل ارضية التيتش اصابات الوينش كانت في الملعب الاخرى مش في ملعب التدريب خلي بالك محمد محمود اتصاب في ملعب التدريب واخونا اكرم توفيق من المرتين واحدة مع المنتخب في الكاميرون وكانت ارض وحشة والمرة التانية في النادي الاهلي في مختار التيتش سخصيا في فجرة ان احبب محمود يبقى في الصورة يا ريت انا بدعب دي انا داعيت على ان يبقى محمود حمدة موجود في الصورة وبقول لكم محمد محمود ومحمود جهاد ومحمود جهاد بتاع فاركو ومحمد شحاتة بتاع الطلاع ومحمود صبر برامز جيب الرباع ده ومعاتك حمدي علاء تمام ودونجة ويبقى انت كده عندك ست لعبة وحوش بس تشتغل بلا صح دي وجود نظر الله لا يعلم مش انا في الاخر صاحب القرار في نادي ازاك لكن محمد محمود مهم جدا ان ازاك يفكر فيه فكر فيه بشكل جيد اللاعب دلوقتي فري الاهلي مستغني عنه مهما كان الامور العرض بتاع نادي ازاك هيفرق يعني لو هياخد هاخد له تلاتة مليون في الزمالك والاربعة اكيد هيبوا اكتر من اللي بياخده فيه اي مكان تانش وهو طعن اللي هيمين ناحيته في اطشر اللي هيرمي عليه الحبال يعني عشان تبا فاهمين فنشوف الموضوع ده مش وحش طيب احمد حسان ميدو قال لنا ايه بشرة بشرنا بشرة والبشرة دي كل الزمال كوية منتظرنا بشرة فك القيد ودي بشرة ميدو عشان تبا امنا لدي كل واحد حقه ميدو اللي بشرنا وقال ان الزمالك دفع تمنمية حول تمنمية وخمسين الف دولار من فلوس غرامة لجبونة البالغة مليون ونص دولار ولا يورو عشان فك القيد وان الفلوس وصلت اللهم ما صال على النبج وصلت حساب لجبونة اذا احنا منتظرين ايه ان لجبونة يوفي على تمنمية وخمسين الف دولار مواصموك 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 مواصموكش ياخد مواصموك وقالك لأ باقيين اتخب لي فاحنا دلوقتي في انتظار لجبونة احنا بشرة ميدو مرتبطة بموافقة لجبونة لجبونة اساسا اساسا ليه خمس ومية وخمسين الف دولار ده اصل الموضوع تراكمه تراكمه حتى اوصل الى مليون ونص كان ليه خمس ومية وخمسين الف دولار خد مليون دولار زيادة زيادة خد مليون دولار زيادة فالتمنمية وخمسين احنا دلوقتي كلنا في رقبة متعلقين صفقة الزمالك منتعلقة في رقبة اما بشرة اخونا ميدو فالحمد لله نعمة وفضل شكرا ليه يميدو على هذه البشرة لانه البشرة تدفع فلوس تشبونة انا هتعرف تدفع في الوقت الخمسطاشر مليون الموجودين ونبدأ نشوف بقى الجديد واللعبة الجديدة ونتعقد وندخل بقى المشوار ده عاوز اقلوك حاجة النهاردة الثلاث واحد اغسطس الزمالك يحق له اقطع مع اي حد بعد فق القيد ازمة فق القيد لغاية يوم واحد وثلاثين ثمانية واحد وثلاثين انا اركز في الكلام واحد وثلاثين ثمانية اخر ايام القيد الاول القيد الاول في افريقيا في قائمة افريقيا اللي تلعب بهم دور الاثنين وثلاثين وكده لو لا قدر الله ازاك ما قدرش يجيب لعيبة معينة تنفعه في الطريق ولسه قدامنا خمستاشر يوم على يلاك باب القيد في الدور المصر اه من حقك برضو خلال نفس الخمستاشر يوم دول لغاية خمستاشر تسعة او اربعتاشر تسعة في الحدود ده كده انك تقيد اي لاعب في الزمالك في القيمة الافريقية بس هيشاركه معك من اين من انا بحكي الحكاية كتير من دور الستاشر ولا مهتم انا مهتم بقول عن نفسي ارجو ان اقدرت زلك تفوق من اللي هي فيه وتهتمها بالكونفودرالية يا جماعة يا اخوات الاعزاء الكونفودرالية خلي باكوا وبعملوا عنكم كده الكونفودرالية بطولة مهمة جدا جدا لانها هتعمل بوش ودفع قوية جدا للزمالك لو قدر ياخدها وتدي ثقة لللعيبة سواء كانوا المستمرين او الجدد انهم يقدروا ياخدوا بطولة افريقية ويروحوا يلعبوا النادي الاهلي في السوبر الافريقي مولاد لا لا يلعب في نهاية الافريق وياخدوا البطولة عشان بس نفل من بادرة مش قرر الصديمة اربع سنين بيطلع ثلاثة فبالبجات على الخمسة هيا قيم صلى الخمسة فتلعب بصود الاهلي هتقول لي هتقول لي اذا مالك البطولة دي بيلعب لوحده حتى في وجود نهادود بركانو الافريقي ايو اذا مالك بيلعب لوحده ازاي بقى تشتغل وتكتهد انك تاخد البطولة دي ادارة لازم تفهم ده كويس دي نقلة تانية وبطولة البطولة التانية في افريقيا وكمان الفلوس بتاعتها بقى الثلاثة مليون دولار والذي منص مليون دولار يعني رقم كبير يعني تستفيد من وراء وتدخل وغير البطولة السوبر والرات بتاعك الريت اللي هو ترتيبك يزيد ومحدش عارف يمكن في الصدفة وانت ماشي تلاقي التراجي خرج من دورس الاثنين وثلاثين على سانداونز على اي حد فهيبقى الاهلي والوداد يروحوا تاني نهائي فهيبقى اللي يصعد كاس العالم للاندية اللي هو الترتيب اللي وصل خلق كونفودرالية فهيبقى الزمالك عنده فرصة يوصل كمان كاس العالم هل ادارة الزمالك بتقول انه ربما الصدف اللي ما بيجيش للزمالك اساسا تيجي للزمالك في اللحظة دي وتسع الكاس العالم واسمها صدفة كاس العالم هل ادارة الزمالك بتفكر في ده لا لا بص تحت رجليها ايه تحت رجليها نخلص قضايا مستشان مرتضة وندفع 15 مليون ونشوف موضوع طب ماشي طب ما نفكر كمان نحن لازم نعمل ده وعشان اعمل ده ادفع فزي عشان اجيب نوعية معانا زي يوسف البلايلي ينفعوا معي في الكنفدرالية فينقلوني النقلة دي وممكن نروح كاس عالم ممكن في نسبة 10% 5% 3% ايان كان في نسبة موجودة اسمها 3% قيمت اقول ايانا بس لعب عليه انت ضامن اللي هناك يحصل فيه ميه مش ضامن اي حاجة نهائي مش ضامن شيء كل شيء جايز ترتيبك لسبب ما تلاقي يحصل خطأ في الترجي فيتوقف حاس خطأ عند فيتوقف باي حاجة بص لحط 900000 السيناريو لكن الاهم انك تبعاوز تاخد بطول تلكونفدرالية انا بقول من بادري اهو وانا طول عمرو بتكلم من بادري وبكان في المستقبل وبصش وراي ولا قدامي صحيح انا بقول ان قسيره يمشي وما زلت عند رأيي لا يجب ما نشوف الله يجرى لكن دي وجهة نظر في الموضوع كونفدرالية صدقوني صدفة الصعود الى كأس العالم قد تحدث للزمالك تصدقوا او الله قد تحدث للزمالك يا رب دعوتك ودعوة صادقة كده وان هي صادقة في الدعاء اذا ربما يتحقك ويتقبل الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء ويصعد الزمالك الى كأس العالم اشتركوا في القناة